دكتور جميل حتى اللحظة ما زالت إسرائيل تفكر في إنشاء منطقة عزلة لكن مع تسليح المقاومة وما نرى من رشقات صاروخية من مسيارات أعتقد أن تسليح المقاومة مختلف هذه المرة هي فقط تفكر في أنها تمنع الهجوم البري دلو قدرت أنها تعمل كده لكن إزاي تفكر حتى اللحظة مع ما رأتهم من المقاومة خلال الفترة الماضية يعني في الحقيقة المقاومة لازالت تطلق الصواريخ على تل أبيب فهي لغاية اللحظة تمتلك هي المقاومة ولا يوجد معلومات كافية عن مخزون المقاومة من الاحتلال من آسف من وسائل القتالية لديها لكن لازالت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تقاوم الاحتلال وتقوم بضرب رشقات صاروخية على تل أبيب والمدن في غلاف غزة وتقول هذا من هذه السواريخ لأنها تم استهداف المدنيين وعدم تجنب قتل المدنيين والمقاومة لديها خطط ووسائل دفاعية أبهرت الجميع حتى إسرائيل نفسها حتى المساد الإسرائيلي حتى الجنرالات إسرائيل تكلموا في هذا الحديث أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا لا زالت تسيطر على المشهد في قطاع غزة وأن ما يتم من حديث أنهم تم تدمير الأنفاق وتم تدمير 70% من قوة المقاومة الفلسطينية هذا حديث كله للإعلام الإسرائيلي وليكون هناك نقاط لبنيمين نتنياهو من أجل الانتخابات بعد أن تضع الحرب أوزارها لأن بعد أن تضع الحرب أوزارها هناك انتخابات إسرائيلية بعد ثلاث شهور فورا خلال 90 يوم لازم يكون هناك انتخابات إسرائيلية ونتنياهو بدأت أسهمه في النزول أمام الرأي العام الإسرائيلي لأن نتنياهو أصبح إنسان غير مؤتمن على شعب إسرائيل لأنه لم يحميهم باعتقادهم وأنه أصبح فاسد وأنه كان يوجد لديه معلومات أمنية ووثائق أن هذا الهجوم لحركة حماس في 7 أكتوبر وأن هناك تواطئ ودعونا أن نتنياهو متواطئ بهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر